في قضية اليوم عدو خبيث يدفع بالمئات من شبابنا إلى حرب خاسرة كل يوم المخدرات أفة العصر لا تقف تداعيات تعطيها عند آثارها المباشرة على المدمنين وأسرهم وإنما تمتد إلى كافة أفراد المجتمعات فقد ترتبط بها جرائم عديدة وجزء من حوادث المرور وقد تلحق أضرارا باقتصاديات الدول مثل تخفيض الانتاج وهدر أوقات العمل وخسارة في القوى العاملة كما أن تعاطي المخدرات لا يفرق بين صغير أو كبير ولا بين رجل أو امرأة ولا فقير أو غني فأيا من كان يمكن أن يكون ضحيتها للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو رئيس قسم التثقيف والتوعية في إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام الرائد أنس الطنطوي صباح الخير أنس بيك وأهلا وسهلا فيك معنا في هذا الصباح صباح الخير إليك ستي ولكم المشاهدين والمستمعين الكرام ولكم الشكر حقيقة في قناة رؤية على الاهتمام بتدريع أبناء المجتمع الأردني من خطورة هذه الآفة أنس بيك مقارنة بالأعوام السابقة كيف تصف انتشار المخدرات في الأردن؟ ستي حقيقة بالبداية هي مشكلة المخدرات مشكلة عالمية ومشكلة محلية تقرير هيئة الرقابة الدولية بيحكي أنه المخدرات للأسف موجودة الآن في 218 دولة وعدد دول العالم هو 218 نحن بالأردن جزء من هذا العالم إذا مننا أخذ منه الخير لابد أن يلحقنا الشر لكن يعني ما بتقدر يتقارن الأردن بمشكلة المخدرات الموجودة في بعض الدول العالم هنا بدأ أحكي شغلة مهمة أنه أحيانا الناس بيرددوا موضوع ظاهرة المخدرات ظاهرة المخدرات هو حقيقة يعني أنا بمثل مديرية الأمن العام وبحكي أنه لا يوجد ظاهرة مخدرات بالأردن لدينا مشكلة مخدرات بالضبط بالضبط يعني الأرقام الموجودة عندنا بالأردن تشير إلى وجود بداية مشكلة وليس وجود ظاهرة لأن الظاهرة في إلها معيار دولي اللي بدي أحكي هو الموضوع طب لو قررنا بالأعوام السابقة هل هناك تزايد في نسبة انتشار المخدرات؟ حقيقة هو العوام السابقة إذا نحكي عن موضوع التعاطي كانت المشكلة الموجودة بالشرق الأوسط تحديدا هي مشكلة الجوكر الجوكر انخفض بالفترة الأخيرة نسبة أكثر من 62% 62% فاصلة 7% والحمد لله رب العالمين يعني هو السيطرة على الجوكر تمت يعني بجهود كبيرة ومن ضمن هذه الجهود حقيقة وعي المواطن الأردني فإحنا منطمن الناس أنه الحمد لله يعني الوضع مليح لكن أنا بس اسمحيلي أناشد كل إنسان بيشاهدني أو بيسمعني أنه أحيانا اللي بيقرأ مواقع التواصل فيما يتعلق بالمخدرات بتخيل أنه الأمور يعني هي يعني هي في الواقع مش متل ما هي ينشر على مواقع التواصل إنما ما منقدر ننكر وجودها أكيد هي موجودة نعم طب بصراحة هل هناك انتشار للمخدرات في المدارس والجامعات؟ ستي شوفي موضوع المدارس والجامعات حقيقة برجع للموضوع مواقع التواصل يشارق له بين الحين والآخر أنا بدي أحكي شغلي أنه مؤسساتنا التعليمية سمعتها كثير عالية ومحترمة مؤسساتنا التعليمية والأردن بلد على فكرة بيستثمر بالتعليم يعني حسب التعليم العالي عنا أكثر من 58 ألف طالب غير أردني موجودين في الجامعات الأردنية في عنا بعض الأعداد يتم ضبطه في مكان سكنة لكن بالنهاية لو بدنا نيجي ننسب هذا الطالب اللي بتم ضبطه في مكان سكنة يتم عفوا يعني نسبه للبيئة اللي طلع منها مش للمؤسسة التعليمية المحترمة يعني مش معقولة تكون في مؤسسة تعليمية بتسمع بهيك إشي الأعداد الموجودة في الجامعات أو المدارس بكرر مرة أخرى يتم ضبطهم في مكان سكنةهم وهم بالأرقام لا يقارن وخلينا نحكي مثلا لما أنت بتحكي بالعام الواحد 400 طالب جامعي تم ضبطهم في دولة عربية مجاورة إنه يتم ضبط 400 طالب جامعي في جامعة واحدة نعم طيب من تقع على من تقع مسؤولية التوعية يعني ما دوركم أنتوا في هذا موضوع شوفي إذا من نحكي عن محور الوقاية بإدارة مكافحة المخدرات نحن عندنا التوعي النمط التقليدي المعهود اللي هو من خلال المحاضرات في المدارس والجامعات حتى محاضرة المخدرات في المساق العلوم العسكرية في جامعاتنا هي محاضرة يعني الزامية لكن الآن خرجنا عن النمط التقليدي على السوشيال ميديا في إلنا فيديوهات بتنزل بين فترة وأخرى على كل الفضائيات أيضا الموجودة بالأردن وهي الدليل وجودنا بالأستوديو أيضا على الإذاعات المحلية في عنا برامج توعية ضخمة في عنا دورة اسمها دورة أعوان مكافحة المخدرات مندرب فيها مدربين لجمعيات ومركزين فيها حاليا على الأمهات أيضا أنا يعني لكل شاب بسمعني في إلنا صفحة على الفيسبوك يعني ما عليك إلا إدارة مكافحة المخدرات الصفحة الرسمية بكرر إدارة مكافحة المخدرات الصفحة الرسمية هذه الصفحة فيها برامج عن التوعية وبرامج عن المداهمات وبرامج عن مركز العلاج كل ما هو حديث كل ما هو جديد احنا بنزلوا على هذه الصفحة أيضا أنا أحكي للشباب أرجوك هاي الصفحة فيها تصحيح مفاهيم خاطئة في لدى شبابنا مفاهيم خاطئة عن المواد المخدرة وخاصة مادتي الكبت والحشيش بإمكان أي شخص يفوت على هاي الصفحة اتعب لك دقيقة لأنه شبابنا بيدخلوا على مواقع التواصل وبشوفوا أشياء كثير فأنا بفضل أنه يدخلوا على الشيء إيجابي يعني ما يعني مفاهيم خاطئة؟ يعني مثلا في بعض الشباب عندنا بتلاقي إنه بتجلس مع الشاب بيطلع بيحكي لك الحشيش ما بسبب إدمان معلومتك مش علمية يا عزيزي يعني هلأ بطلع تقصد معلومات خاصة بتكوين المخدرات وأنواع المخدرات أو بعض الشباب بالضبط بعض الشباب يعني بيدخل على مواقع عالمية مشبوهة بروح بيجيب معلومة إنه الكبت أو الكابتاجون حبوب السهر الكابتاجون مو حبوب السهر علميا ممكن تكون العيون مفتحة والعقل نايم إذا ساق سيارة بيقتل أسرة كاملة والكابتاجون مو مثلا هذا أحد المفهيم الخطأ الكابتاجون مو فيتامين هو أم فيتامين بيعطيه بورد زائد ممكن فجر خلايا الدماغ يأدي للموت مثلا ما بيعرفوا بيسبب مرض الظهان الذهان أعلى درجة من الفصام هذا كله في الكابتاجون اللي الشباب بيعتقدوا مثلا عمره مكان حبوب السهر للعلم هو محرم على المستوى الدولي بيجي شاب آخر مثلا بيحكي إنه والله الحشيش ما بسبب إدمان الإدمان نمط سلوكي مزمن متكرر متعدد الانتكاسات يعني بمعنى أي مادة مهلوسة أو مهبطة أو منشطة بتدخل الجهاز العصبي عندي بتجعل عندي نمط سلوكي أكررها رغم عني إدمان والحشيش مادة مهلوسة ومعظم الشباب على فكرة مش بس عنا بالعالم اللي تعاطى هيروين أو كوكاين أو عمستوى الجوكر عنا بدأ بحشيش بيبع إنه صار يجلس مع المروج المروج بعد فترة بينقله من الحشيش لأمواد أخرى كل المفاهيم الخاطئة اللي بيمتلكوها الشباب من وسائل الإعلام عالمية أو مواقع مشبوهة احنا منحاول على صفحتنا إن نصحح عين المفاهيم ونحكي للشباب لا استطب هذا كلام مثلا ممكن يكون أصله مش علمي وبينما أنا بدي أعطيك الكلام العلمي مع الدليل العلمي فهذه المفاهيم موجودة للأسف لدى شبابنا طيب اللي بيكونوا شهود عيان في مناطق اللي بتم فيها توزيع المخدرات بيخافوا أنهم يبلغوا كيف تضمنوا أنتوا حمايتهم؟ بدي أحكي الأول إشي القانون بضمن حمايتهم بعدين إحنا مدرية الأمن العام نتعامل مع الموضوع هذا بمنتهى السرية يعني بدي أحكي شغلة قضية المخدرات على فكرة من القضايا اللي ما فيها مشتكي يعني بمعنى ما رح نحكي لواحد تعني أخذ أقوالك زي حادث السير أو المشاجرة حتى نوضعه مشتكي للقضايا بالضبط هو بالتبليغ عن المراوجين ما عليه إلا زي ما تفضلتي اللي بيبادر ما عليه إلا يقدم المعلومة إحنا منأخذ منه المعلومة منعمل إلها تحليل منعمل إلها فلترة منتأكد من الأشخاص اللي أعطانهم المعلومة قادرين أننا نعرف أنه هاي كيدية أو مش كيدية بدنا نفرق بين الكيدية والخطأ الآن المعلومة الكيدية هذه جريمة لكن إذا كانت المعلومة خطأ أنا اعتقدت وأخطأت ما في مشكلة عندنا بيننا وبين المواطن إذا اشتبحت بشيء إحنا منعرف إنت بس وصل إلينا المعلومة إحنا منتعامل مع المعلومة بمنتهى السرية لدينا قدرة ولدينا كفاءة من الضباط العاملين أنهم يصلوا لهذا الشخص ويتم جلبه أو يحضاره بالجرم المشهود على فكرة حتى الشاهد في قضية المخدرات في المحكمة إحنا نتعمل هذه بلدنا يعني الضابط يلي الضابط القضية هو اللي بيروح بيشهد في المحكمة مش الشخص يلي أعطانا المعلومة فبالتالي هذا الإشي عزز خلينا نحكي المصداقية أكثر وأكثر موجودة من قبل وعززها بيننا وبين المواطنين يلي أعطونا معلومات ورجعوا وكرروا بإعطاء معلومات أخرى أنا بطمن كل الناس إنه بس أنت مرر المعلومة لـ 428 ألاف غرفة العمليات الرئيسية في إدارة مكافحة المخدرات من أي مكان 428 ألاف أيضا غرفة العمليات الرئيسية اللي هي الأم السيطرة في مديرية الأمن العام إذن نرجع نعيد 428 ألاف من أي مكان بالمملكة أيضا غرفة العمليات الرئيسية الأم في مديرية الأمن العام 911 هم بوجهوك لمكافحة المخدرات والمكافحة فعلنا حوالي 32 قسم وفرع على فكرة في عمان وباقي المحافظات وإحنا بصراحة ما بنحكي المواطن رديف مواطن شريك في العملية الأمنية وتعاون المواطن أدى لضبط كميات كبيرة من الواد المخدرة وأيضا معلش بدي أشير أنه يوم أمس كان حديث عطوفة مدير الأمن العام اللواء فاضل لحمود عن دعم جهود مكافحة المخدرات وأيضا اضطرق لموضوع التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني وحثت كل المؤسسات سواء كانت المؤسسات وإحنا من خلالكم أيضا من ضم يعني كلامنا وصوتنا لصوت الباشا أنه بدنا المؤسسات التعليمية والدينية والصحية والإعلامية أنها تقف إلى جانب إدارة مكافحة المخدرات ولجانب قواتنا المسلحة وكل الأجهزة التي تكافح المخدرات نعم يعطيكم العافية للكم لكل الجهات الداعمة أيضا الرائد أنس التنطاوي رئيس قسم بس تسمحي لي موضوع العلاج اللي عنده حالة علاج لو اتصل برؤية تحت الهواء حرام ابني أو ابنك أو مين ما كان أنه يبقى مدمن هذا المدمن قم بلموقوته ممكن يرتكب أي جريمة في البيت أو في المجتمع حتى لو اتصل في رؤية تحت الهواء أو اللي احنا حكينا عنهم الأرقام لا تسكت عن حالة علاج عن حالة إدمان في البيت رح يطور السلوك الإدماني السلوك الإدماني متنامي السلوك الإدماني متصاعد رح يرتكب جريمة احنا مندخله بسرية تامة وبدون عقوبة وأيضا بالمجان وما بنزل عليه قيد نتحمل مسؤولية طرحنا هذا على الهواء من لديه حالة علاج يتفضل إلى مركز الالاج شكرا لكم لجموتكم الرائد أنس الطنطاوي رئيس قسم التوعية والتثقيف في إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام شكرا لوجودك معنا شكرا لكم اشتركوا في القناة